اشتركوا في القناة واحد وعشرين عشان بس ما يكونش فيه لغبطة لان احيانا الجماهير بتتلغبط الفترة دي بنشوف اكتر من المسابقة داخلين في بعض لكن احنا عندنا نسخة قديمة اللي هي نائي بتاعها النهاردة والنسخة الجديدة اللي هي نسخة اتنين وعشرين عشرين اتنين وعشرين اللي النادي الاهلي وصل فيها كمان لدور الستاشر نروح لماتش النهاردة ماتش مهم جدا 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 لانها امام المنافس التقليدي طبعا احنا بنقول منافس تقليدي ولكن في الارقام مفيش منافسة انما هي تقريبا تقريبا النهائيات او المنافسات ما بتكون بين النادي الاهلي ونادي الزمالي مع الاحترام لجميع الاندية والحمد لله التفوق دائما او غالبا بيبقى للنادي الاهلي ماتش النهاردة بطلتين في بطولة او يعني عايزين نقول ماتشين في ماتش بطولة خاصة ماتش الاهلي والزمالك زي ما احنا عارفين مباراة قمة حاجة تانية مباراة بطولة كاس بطولة كاس عشرين واحد وعشرين اللي النادي الاهلي خسر فيها الدوري بفعل فاعل فالنهاردة ان شاء الله باذن الله يكون او تكون نتيجة المباراة مكسب لصالح النادي الاهلي هي مباراة زي ما قلنا لحضراتكم مباراة بطولة ولكن هي بطولة خاصة ومباراة ايضا لتصحيح المصار للنادي الاهلي بعد الخسارة في الدوري المباراة الاخيرة ومش المباراة الاخيرة بس هي الفترة الاخيرة يعني ما كانش فيه او فيه حالة من عدم الرضا عن العروض والنتائج لكن ان شاء الله النهاردة ان شاء الله تكون البداية الحقيقية باذن الله لاني ماتش النهاردة مش ماتش كاس بس ماتش للعودة للمنافسة بقوة باذن الله والفوز ببطولة وبطولة غالية وبطولة بيحمل النادي الاهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بيها النادي الاهلي كسبان بطولة كاس مصر عشان برضو محدش يضحك علينا النادي الاهلي كسبان بطولة كاس مصر 37 مر المنافس اللي بعده اللي هو نادي الزمال كسبان 27 مر يعني فيه عشر ألقاب نتمنى النهاردة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون البطولة رقم 38 تعالوا نروح لزميلنا كريم أحمد من فندق الإقامة ولا نستنى شوي طيب نتكلم برضو على ظروف المباراة دي مباراة لا تقضى على أي مقايز سواء قبل المباراة أو أثناء المباراة كمان وشفناها في وقت كتير جدا 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 السيناريوهات بتبقى متلغبات صورةaaa ترجمة نانسي قنقر